السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع يعطيكم ألف عافية بداية كل عادة أهلنا في غزة في جنين في فلسطين في السودان في اليمن في سوريا في العراق في كل مكان كل الناس اللي بيعزوا علينا من ديننا من بلدنا من عروبتنا هدول الناس لازم ندعي لهم ونفكر فيهم ونكون احنا طرف وجانب دائما مش جانب سلبي اعمل اي شيء ولا انك تظلق قاعد بس حاط ايد على ايد ومش عارة تسوي اي شيء اعمل اي شيء ولا تستسهل او تستنقص اي عمل اللي بيجي بدي يحكي لك الدعاء شو بدي يسوي ما تخلي يحكي هيك يعني ما تقبل هذا الاشي منه لانه انت لما بتدعو تدعو رب العالمين اذا رب العالمين ما استجاب دعاء ممكن يكون الخلل فيك زبط حالك ودعو فلا تستقل الدعاء واللي بيحكي بيعطي دينار واللي بيعطي درهم شو بدي يسوي لا تستقل هذا اللي بيونشر بالسوشال ميديا بس بيحكي بالسوشال ميديا عن هاي الامور برضو لا تستقل هذا العمل اعمل اي شيء ولا توقف لانه واضح انه الحرب مستمرة وواضح انه احنا حنظلنا احنا الفريق الاضعف عشان نكون احنا الاقوى بدن نشتغل على كثير الشغلات حدد اولوياتك واشتغل عليها الله يزيكم الخير البعض رح ينتقدني الان على هذا الفيديو انك كثير عملته افضل هاتف متوسط هذا الفيديو يبقى يتكرر يمكن كل شهر مرات بحس حاري يمكن اعيد انتاج هذا الفيديو ليش لانه بيطلع اجهزة دائما كل شهر كل شهرين بتغير المعادلة تمام والفئة المتوسطة فئة يعني مليئة بالاجهزة والشركات كثيري بهذا المجال ويحبوها هاي الفئة لانه الناس معظم الناس اكبر نسبة من الناس في العالم تعتبر من الفئة المتوسطة اللي محها ما صارع على قدها بدها جهاز متوسط فهذه انجح فئة بعض الدول في العالم فقيرة جدا ففي الفئة الاقتصادية ناجحة جدا هناك بعض الدول في العالم في افريقيا والهند بيبيعوا اجهزة مش ذكية feature phone بس بيحكي الو لهالدرجة فحسب البلد فاحنا بنحكي انه الفئة المتوسطة هي فئة مزدحمة وعليها طلب كبير جدا والتنافس فيها بين الشركات صراحة كبير جدا لانه لانه الشركات قدامهم نفس الهاردوير ايش بدهم يقدموا بسعر اقل فالتنافس عن جد قوي فحاليا لو قررت انك تشتري مثلا هاتف الريلمي 12 برو بلس او هاتف من شاومي الريدمي 13 برو بلس او اشتريت الناثنج فون 2A او الناثنج فون 1 او حتى الجالكسي A55 او الموتورولا الـ Edge 50 Fusion او التكنو كامون 30 او حتى الوان بلس نور 3 او الفيفو الـ V30 حاولت اذكر لك اكبر قدر من الاجهزة هاي الاجهزة اللي ذكرتها لو رحت على بلدك يمكن تلاقي بضع منها يعني في الاردن بعض هاي الاجهزة متوفرة عشان هيك يا اخوان الناس تنتقد بقولوا ليش بتحكي السعر مش بدينا الاردن وانت اردني صحيح انا اردني ولكن المحتوى اللي بصنعه مش للاردن او يعني اللي بتابعوني الناس جزء من الاردن ولكن اغلبية الناس اللي بتتابعني من السعودية ومن العراق ومن مصر بعدين الجزائر هيك الناس فانا بحاول احكي السعر اللي بلاقي الجهاز فيه اللي هو الدرهم الاماراتي لاني من هناك بدور انا ما بدور السعودية لاني انا عشت بالامارات عندي محلات معارف اش اماكن بقدر اشتري منها فبقدر اجيب السعر بس هذا هو الموضوع يا اخوان مش اني بحب بلد عن بلد ابدا انا اردني صحيح لكن لو بدي اقول لك روح اشتري nothing phone 2A ما رح تلاقي ما رح تلاقي ممكن تلاقي ريلمي موتورولا ممكن تلاقي ممكن ما تلاقي فيفو ممكن وممكن لا فمش كل اجهزة متوفرة انا بروح على مكان بعرف انه الجهاز فيه متوفر وبحكي عنه عشان هيك معظم الاسعار اللي بتسمعوه يا اخوان درهم اماراتي مش لاني بحب الامارات اكثر من دولكم ابدا لا بس لانه بلاقي الجهاز هناك وانا بدي مساعدتكم انتو يا اخوان انتو من بلاد مختلفة ما شاء الله تبارك الله انتو يا اخوان الجهاز المتوفر في بلدكم يريد تكتبولي سعره عندكم في البلد في مصر في الجزائر في تونس في المغرب بالعراق بالسودان باليمن اي مكان اكتبولي كم سعر هذا الجهاز نرجع للفكرة الاساسية الاجهزة اللي ذكرتها اجهزة متوسطة هاي الاجهزة لو روحت على الامارات رح تلاقي سعرها ما بين 1200 درهم الى 1600 درهم يعني هذا في اقوى الاحيان لكن الغالب حتلاقيها 1400 درهم 1500 درهم هذا كم يترجم بالدولار انت بتحكي عن اجهزة سعرها ما بين 350 دولار الى 450 دولار كم يترجم بالدولار الاردني بيختلف كم يترجم بالدولار العراقي بيختلف بالسوري بيختلف سامحون بقدرش بس اعمل فيديو بس عن الاسعار اجتهد على نفسك ودور على السعر انا بعطيك السعر من المصدر وانت ترجمه لبلدك لذلك ذكرت هاي الاجهزة بهاي الفئة السعرية ولو اشتريت اي جهاز من اللي ذكرتهم اليوم اعتقد رح تاخد تجربة في الفئة المتوسطة تعجبك وترضيك لكنهم بيختلفوا بين بعض يعني واحد هيكون اقوى في الكاميرا مش اقوى في الفيديو واحد اقوى بالشحن مش اقوى بالبطارية واحد اقوى بالسوفتوير مش اقوى مثلا بالشاشة وهكذا واحد مرتب عنده ديزاين واحد مثلا مش كتير ديزاين عنده مهم فهم مختلفين لكن من فئة سعرية متقاربة نوعا ما نوعا ما متقاربة بحكيش مية من مية اخوان كلامي لا تخذوه حرفيا لانه ممكن تلاقي تليفون حقه 350 دولار ممكن تلاقي تليفون حقه 450 دولار في فرق مئة دولار فهل بتاخذ بالمئة دولار الشيء اللي يستحق على اغلب نعم البعض في الفيديو السابق لما عملت عن اربع اجهزة متوسطة حكالي الجالاكسي اي 55 جهاز سيء وانت مطبل لسامسونج وانا بدي احكيله اجابه انت ايوة انت لف لا مش انت اللي بعده اه انت انا مش مطبل لسامسونج ولا بطبل اليك ولا بطبل للامارات ولا بطبل لأبل ولا بطبل لأي حدا ولا مطبل لمين ما بدك يا زي مين ما تكون تكون لا بطبل لك ولا بدي اطبل لحدا وانا مليت من التطبيق خلص يعني تعبت يا اخو انا عمري 46 سنة وانت قد قد لك دولي مطبل ومصغر ومفضل احترم نفسك انت احترم نفسك اللي بتحكي مطبل لعيب عليك علي اخلاقك احنا بفترة نكون متحدين انت بتدور على عدم اتحاده على التفاهة وعلى الناس تافين لزيك انت تافه خليك تافه بعيد لو سمحت بتفاهتك المهم كالكسي ايه خمس وخمسين مش جهاز سيء انا ما بحكينه افضل جهاز بس مش جهاز سيء سوفتويره كويس تصميمه مقبول جدا كاميرته التصويريه جيدة جدا مش افضل بطارية مش افضل شحن شاشة رائعة والاداء مش افضل اداء بس مش سيء انا بأكد لك انه بعرف كثير ناس شارين الجهاز وبستخدمه كيف التجربة والله مكفيتني هذا المهم التجربة تكفيك انت انت ممكن تشتري جهاز يعجبك قد مليون قد المليون واحد ثاني يشتري الجهاز يحكي عنه زباله هل هو غلط وانت غلط لا انت تجربتك ناسبتك بهذا الجهاز انت صح هو تجربته ما عجبته شاف انه الكاميرا سيئة فحكي عن الجهاز زباله حر هو تعبيره لكن ما عجبته التجربة حر هو فما تفرد تجربتك عليه انا بعطيك رأي رأيي انا بالتجربة يمكن ما يعجبك لانه لو بس تستخدم الجهاز الجهاز بيحمي السزار ما حكيت ما حمي معي على الاقل بالفترة اللي استخدمتها بعد شهر صار يحمى ما بين معي انا بستخدم الجهاز بالذات الاجهزة المتوسطة فترة زمنية قليلة بحكي عن تجربتي ياريت تفهموا هذا الحكي طيب حكيت انا كثير صارنا ساعة بنحكي بدي احكيلك انه فيه كمان هاتف حكيت عنه شوي لكن هذا الهاتف انا بدي اعتبره من ناحية الاداء تبع الكلام يعني خليك مركز معي الاداء هذا الكنج للفئة المتوسطة ليش اعتبرته فئة متوسطة لاني برضو وجدته في الامارات بسعر تقريبا 1300 درهم يعني من نفس الفئة السعرية 1200 ل 1600 درهم يعني ما بين 350 دولار 450 دولار هذا عنده افضل اداء يمكن ما عندوش افضل اشياء ثانية ولكن افضل اداء عنده فلذلك اذا بدك هذا الجهاز بدك افضل اداء عندك اليوم خيار البوكو ال F6 بدون البرو شو رايك سمعت عنه اكيد سمعت عنه تعال احكيلكم شوية عنه مبدأين انا الجهاز ما جربت انا جربت كثير اجهزة بوكو بس بعرف هاي الفئة وكيف بيكون اداءها لكن عشان اكون يعني صادق معاكم حضرت له رفيوز كويسة وعندي فكرة عن الجهاز واهم اشي فيه واللي جاي احكي عنه الاداء هو اهم ما يميز هذا الجهاز فاذا الاداء جذبك امورك تمام اذا الاداء مش كثير مهم عندك انا اعطتك يعني لست من خيارات اخرى خذ واحد منهم نبدأ بالتصميم هذا الجهاز ما جاب تصميم جديد ما فيه اي تغيير ما بعرف اذا راح يعجبك ولا لا ولكنه لا يملك اجمل تصميم والجهاز من بلاستيك السماكة ثمانية مليمتر وزنه 179 غرام مش ذقيل لكنه بلاستيك ويعني ما فيه شعيب في الموضوع فيه كثير اجهزة بلاستيك وعنده معيار الاي بي 64 كويس هذا المعيار لجهاز بهكفية اسعارية فالتصميم مش قوي هون الروح على الشاشة الشاشة بقدر اعتبرها جيدة جدا وممكن تكون سبب لشرائك لهذا الجهاز بس مش السبب الرئيسي هي امولد 6.67% انش بتردد 120 هرتز بتدعم 68 مليار لون بتدعم HDR10 بلاس بتدعم دولبي فيجن بتدعم كل اشي لحتى تعطيك انك تحضر محتوى بطريقة جميلة يعني كل هذا الكلام معناه شاشة سلسة الوانها حلوة بالذات لانها بتدعم الدولبي فيجن هتشوف الوان حلوة اضف الى ذلك عندها سطوع يصل في اعلى مرحلة ل 2600 نتس هاي ال 2600 نتس بالسطوع مش كل طول اليوم هاي ممكن تشوفها على محتوى HDR معين وتشوف هذا السطوع لكن السطوع يعتبر عليها عالي ومحمية من كورنين جوريلا جلاس فيكتس وهذا شيء كويس فالشاشة هل هي شيء ايجابي اكيد ايجابي النظام هيكون اندرويد 14 عليه الهايبر او اس انا لسه ما جربت الهايبر او اس بس حسب ما شفت مش كثير هتشوف في فرق بين هايبر او اس والمي او اي فلذلك ما بحس انها تجربة مختلفة الاداء وهنا التركيز على الاداء لهنا يصطع نجم بوكو لانه يملك معالج ليس فيه متوسطة ابدا المعالج سناب دراجون ثمانية اس الجيل الثالث معالج فلاكشيب كيف هو معالج فلاكشيب فئة متوسطة كوالكم لما صنعت هذا المعالج عملته بمواصفات انه فعليا عالية لكن مش نفس فئة الثمانية او السناب دراجون ثمانية اقل اداءا اكثر سحبا للطاقة وسعره اقل فمجرد انه سعره اقل الشركات ممكن تاخده وتحطه بالجهاز متوسط وهو مبني بمعملية اربعة نانومتر وبيسحب ستة واط كطاقة لكن رح يعطيك الاداء العالي رح تلعب بسهولة بعض التقنين خبر انه في حرارة للأسف نعم اذا لعبت لفترة طويلة حيكون في حرارة ما ذكروا الاثر على اداء الالعاب بس انا بحكي لك من غير ما اجرب انه الجيمز بدها تبريد لانه الحرارة رح تطلع فاذا ما تبرد المعالج رح يلحاله يعمل ثروتلينج ينزل الاداء فاذا انت بتلعب جيمز طويلة حيعطيك الاداء العالي ولكن مع الحرارة رح ينزل الاداء بس اذا انت بدك تشتريه مش عشانك بتحب الجيمز بدك اداء عالي جهاز سريع السنابي هذا خيار ممتاز جدا واذا بتحب الجيمز وبتلعب ساعة ساعتين وبتريح برضو خيار ممتاز جدا الساعات هتكون 256 او 512 والرام اما 8 او 12 جيجابايت رام UFS 4.0 اذا ذهبنا للكاميرات ايضا الكاميرات ليست قوة او نقطة قوة عند هذا الجهاز رح تأخذ كاميرا اساسية 50 ميجابيكسل نعم بفتحة F1.6 نعم كويس لتصوير الليلة صحيح الحساس 1 على 1.65% حساسك ليس متميز ما رح يلم ضو كثير بالإنارة اللي كويسة حتأخذ نتائج حلوة كويسة بعدين لا الفوكس تبعه مش أقوى شيء الدايناميك رينج ضعيف بالفيديو برضو ضعيف فالكاميرا مش نقطة قوة انت ما رح تشتري هذا الجهاز عشان الكاميرا ولو قارنته بالأجهز اللي أنا ذكرتها بهاي الفئة السعرية هو ليس الأفضل كثير غيره أفضل منه فأني اتوقع واضح صح يعني أنا بعطيك حاليا الزبدة الزبدة لهذا الجهاز إذا حاب تشتريه أما الصوت في عنده سماعات استيريو يعني جودة الصوت جيدة جدا البصمة داخل الشاشة وهذا أفضل بالنسبة إلي وأداءها جيد جدا البطارية 5000 ميلي أمبير لكن اللي شفته أداءها ليس الأفضل رح ينسحب طاقة بسرعة من هذا الجهاز فلذلك ما عندهاش أفضل أداء بطارية ولكن اللي بعوض إنه فيه شاحن معاك في العلبة 90 واط 35 دقيقة من صفر إلى 100% يعني لو رميت وعشر دقائق على الشاحن رح يعطيك جوس إنك تكمل يومك فهاي النقطة ممكن بتعود ضعف البطارية البطارية طبع 5000 بيكون سبب الضعف السوفتوير مع الهاردوير وعدم تقليل سحب الطاقة والحرارة اللي بتتم من الألعاب تسحب طاقة يعني عندك بطارية نوعا ما جيدة لكن ليست ممتازة شو رأيك؟ احكي لي إذا عجبك هيك جهاز ولا لا وإن شاء الله بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء